السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف يكون اخواتي ان شاء الله انكم بخير الكلام اللي بدي احكيه يا ريت الكلي انتباه عليه الان فيه اساسيات العمل انا بستعمل هذا النوع من السميد النمرة واحد لانه كتير ناجح هلا رح اذكر ليش باستخدم هاي النمرة بمنتصف الفيديو رح ناخد السميد هون قلنا النمرة واحد كيلو ستميت غرام وهلا رح ناخد سكر كيلين ونص رح نخلطهم مع السميد بشكل منيح حطيتهم انا بتنكي مشا نخلطهم لانهم وزنهم كبير هون رح ناخد مي خمسة كيلو فضيناهم بطنجرة هلا رح ندهن الصدورة بسمنة بطبقة خفيفة لا تنسوا تدهنو طوارف الصدر كمان اللي وازم يهي لان السميد والسكر خلطهم مع بعض وفضيطهم هون بالسطل وعندي هون الاحاطة والشبك او الخفاءة وعصاية الحلاوي هون في عندي سمنة مشان الدهن سمن حيواني مو شرط الكمية يعني بس مشان الدهن وفي عندي هون قطر سميك انا هادا حاطوا قطر سميك مانو قطر خفيف هون في عنا ماء الزهر هلا رح ندهن هون الخامة رح ندهنه تمام طبقة خفيفة تشغل النار على المي قبل ما يصير الغلي التام مننزل السميد والسكر مع التحريك المستمر طبعا هون النار عالي معنى هادي مشان نخلي السميد والمي بأسرع وقت نخلي السميد يشرب المي بأسرع وقت هون منظل نحرك طبعا هون هلا بعد ما شربت المي مضبوط والسكر رح نستعمل خشبة الحلاوة رح نحط ارضي طنجرة بشكل مستمر لحتى ما تحترق وتتشكل طبقات خليها تحترق بسرعة خشبة الحلاوة دائما بتجي طويلة ليش مين بيعرف ليش مصممينة طويلة يكتبنا بالتعليقات من اهم اسباب نجاح الحلاوة اكتبوا عنكم واحد السميد نمرة واحد وليس الفرخة اما اذا ما نوجد عنكم النمرة واحد فيكن تستخدموا النمرة الوسط ثلاث ارباع والربع الاخر سميد فرخة وفيكن تستخدموا اي نوع سميد ولكن تجاوزا تطلع معكم حلاوة شكليا ولكن رح ينشف الوش بسرعة السبب الثاني للنجاح الجبن العكاوي المسحوب الدسم الحلو وليس المالح وبإمكانكم تستخدموا المالح طبعا بعد التحلية التامة ولكن بالحالة رح تستخدموا كميات اكبر وممكن تكون تكاليف المادية اكتر فانا حطيت لكم طريقة صنع جبنة الحلاوة الخاصة بالمحلات والمسحوبة بالدسم رح حطي لكم ايها بالوصف ثلاثة كمان من اسباب النجاح طريقة العمل لكن انا بفضل هاي الطريقة طريقة العمل اهم من المقادير فدائما اللي عنده اي حلاوة اي عيار حلاوة دائما السكر بيكون نصف كمية الماء لحتى يصمد السميد اكبر فترة ممكنة وما بيبجبج مثال المربى اللي قطره سميك بيصمد اطول فترة هون رح نشغل المروحة من شان نسرع بتبريد الطبخة ما انه مبرد على الاخر لازم يكون بنسبة 30 بالمية لازم تبرد وضل 70 بالمية في سخونة نزلنا الجبن ورح نغطي الجبن بالسميد مشان ياخد من حرارة السميد ويدوب الجبن طبعا الحرارة بتعتمد على الجبن اللي عنكن اذا مشغل كتير يعني بيمط مجرد تعرضوا للحرارة ممكن يكون تبريد طبخة بنسبة 70 بالمية و 30 بالمية حرارة بس انا الجبن اللي عندي قوي فبيتحمل الحرارة مو بتقولوا عملنا نفس طريقتك بس ما نجح العمل معنا لازم الواحد ما يقس ويجرب مرة و اثنين و ثلاثة اول شي ممكن ما تنجح معكم الطبخة ولكن رح تكسبوا خبرة انه الجبن هو شو هو شو هي الحرارة اللي بيتحملها يتحمل الجبن ممكن يدوب سرعة ولا لا ولا بيتحمل حرارة ولا لا وتتلافوا الأخطاء طبعا بالطبخة التاني جبن الثلاثة حالات الجبن الثلاثة لما حطينا الجبن فيهم الجبن هو نفسه اللي انا عملته بحطيته بصندوق الوصف بس الجبن فينا بعد ما نجهزه نفرطه نصويه ناعم او على شكل مربعات نصهره وشكله متل ما لاحظوا بطريقة تانية كان جبن رئي ودائري طبعا هذا فيه ممكن نستعمله بشكل مباشر بعد ما نصهره نحطه بالطبخة والمرحلة الثالثة الجبن بعد ما صهرناه بعمله على شكل قسطواني طبعا من شان يبقى ناعم الجبن وتنعكس النتيجة على الحلاوي طبعا هاي انا بفضله نحاول ما نقطع الطبخة أثناء الدق لحتى تصير بشكل كروي هايك رح نضبن انه الجبن الداخل مع السميد بشكل تام وبنروح بعد ما نخلص الدق هذا وتشكل صارت مثل الطابة او بشكل كروي رح نروح على المرحلة اللي بعدها هلا الطبخة رح نفضيه على الرخامة طبعا الرخامة مدهونة سمنة بطبقة خفيفة ونطبق العجين ونفرغ منه الهواء بشكل تام ها زهر حطيته مشان يضل سابت طالما الطبخة دافية لانه زهر حطيناها بحرارة عالية رح ممكن يفقد من ريحته رح نطبق العجين هون لحتى يتفرغ من الهواء مضبوط طبعا هون اندهنت ايدي اطر وليس سمنة عم استخدم لهلاء الاطر سمن ما استخدمته نهائيا لهلاء هلا رح نقصه قطعتين طبعا هاي الطبخة هي لطبختين لصدرين يعني رح نكورهون بشكل كروي مو شكلي كروي شايفين شلون لحتى ينعم الوش هلا بعد ما عملناه هون بشكل كروي هون بنستخدم السمن بنحطه على الوش طبعا السمن يفضل يكون بلدي وطبقة خفيفة رح نحطهن على الصدر طبعا الصدر لازم يكون رئيه كتير انا بستخدم الاستانلس ولكن هذا الصدورة اللي عم بستخدمون صدورة كبار مشان ما تنزل الحلاوة الى الارض رح استخدم انا الشوبك هون مشان سهل عليكم الطريقة فينا نمدة بالايد عم ناخد من النص للطوارف انا عمد هذا الصدر رح مده للطوارف رح انتقل على الصدر اللي بعده كمان مده للطرف هذا الصدر التاني رح اصل للطرف واكسر الحراف خليها رئيه امشا ما تنسحب الحلاوة الى الارض كتير وتكون بشكل متساوي وسماكة وحدة اعطينا معلومات وجل من لا ينسى اذا انسينا اي شيء تذكرونها بالتعليقات اللي حكي عن حلاوة التجبن طويل وكتير فاهم شيء عطينا المعلومات الاكبر والاهم بشكل مختصر وسريع وما كنت حابب طول الفيديو اكتر اي السفسارات عن اي نوع حلو عربي او الفرنجي ان شاء الله رح نرد عليه بشكل مختصر ومفيد اي مشاكل بتواجهكم اكتبوا لي بالتعليقات لا تنسونا باهم شيء واللي هو ضغط على زر الاعجاب يعني اللايك حتى يستفاد اكبر عدد من الناس ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد بعد ما وصلنا الاطراف للاخر هلا رح نبلش نرؤ نطالع طرف العجين لبرات الصدر ممكن نشتغله كمان بطريقة تانية يعني يكون المد بقلب الصدر ولكن انهاي الطريقة بشتغل فيها بشكل دائم شوف هون نفخنا الحلاوة يعني صارت مثل الطابة هيك لما نفخناها صارت مثل الطابة رح تعزل ان الصدر يكون شيلتها من الصدر بشكل سهل هذا الشغل كله اللي عم نشتغله هلا كله والمروحة موجهة على العجين بشكل مباشر نحاول نبردها مشان ما نفقد الجبن الموجود داخل العجين ويكون العجين قوي لاحظين شلون العجين هلا رح لف أنا للحلاوة القشطة ان شاء الله بالأيام جاية رح اترك لكم او رح نحضر فيديو كيفية تخضير القشطة الصناعية قشطة حلاوة الجبن رح نلف العجين الحلاوي شوفوا العجين واصل الاطراف القشطة ورح نحط القشطة على راس القشطة وبناخد منجيب العجين لحتى يشد العجين على القشطة ويصير الحبل قوي ومتماسك هالطريقة عجين الحلاوي الجبن رح يصمد معاكم اربع تيام لا تنسونا بدعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته